ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك بسم الآب والابن والروح القدس إلها واحد أمين تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض نقاط من المواهب والمعجزات التي يعطيها الروح القدس وقلنا أن هدفها البركة وأنها ليست للتفاخر ونكمل ما قاله القانون 52 من كتاب الآباء الرسل بوضوح ليس كل من يتنبأ هو خادم لله وليس كل من يخرج الشياطين هو قديس لأنه بالعام ابن بعور العراف قد كان غير مثاله وكان يتنبأ يعني هو ضميره انحرف بالرشوة التي أعطاها له الملك وقال عنها يهوز الرسول أنه أخذ أجرة الإث أخذ أجرة الإث فيقول غير مثاله وكان يتنبأ وكذلك قيافة الذي يسمى رئيس كهنة هو اسم كاذب عليه تنبأ أيضا دون أن يقصد إذ قال التنبأ المنافقون أيضا فما يقدرون أن يخفوا نفاقهم بل يضلون بعضهم بعضا قيافة قال يجب أن يموت واحد عن الشعب ولا يهلك الشعب كله وهذه حقيقة أن السيد المسيح بموته أحيا وفد كل الخليق فخير أن يموت واحد من أن تموت كل الخليق فانت هذه نبوة من قيافة لم يكن يدركها فهؤلاء الناس الذين يتنبؤون أو لهم معجزات أو آيات ما لم تكن مقترنة بحياة القداسة التي هي أساس العلاقة مع الله هو عموما الله كريم في محبته عندما يعطي إنسان موهبة قد لا يسحبها منه وتأتي بالفائدة مع الآخرين عندما أتى تلميذ إلى السيد المسيح وقالوا له وجدنا أناسا يخرجون شياطين باسمك فمنعناهم السيد المسيح قال لهم لا تمنعوهم لأن من يجمع معي لا يفرق أي أن العمل الذي يقومون به إيجابيا أما تأثير عليهم فهذا أمر آخر ولذلك نرى في إنجيل معلمنا متة إصحح خمسة وعشرين قوم يقولون يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين فيجيبهم اذهبوا عني يا فاعل الإث لا أعرفكم لكن هنا علينا أن نميز بين شفاء وشفاء شخص له موهبة الشفاء وإخراج الشياطين قد لا نربط بين حياته الشخصية في حياة القداسة وبين عمل الموهبة كما رأينا في الكلام السابق لكن لا شك أن هناك شفاء وعمل من جهة الشفاء وأخراج الشياطين يكون نابعا ويكون سبب حياة القداسة في هذا الإنسان فنكون هناك مفرق بين شفاء وشفاء نرى ذلك في القانون السادس والعشرين من الكتاب الأول للآباء الرسل يميز الآباء الرسل بين هذين النوعين من الشفاء نوع يتم بسلطان الكنيسة في سر مسحة المرضى في سر مسحة المرضى يتم الشفاء بالإيمان في هذا السر وبعمل الروح القدس أيًا كان من قام بهذا السر من الآباء الكهنة ويكون هنا سر الشفاء ليس مرتبطا بشخص من يقوم بهذا السر وهذا ليس فيه شك ولا افتخار لأحد ما فيش افتخار هذا ليس منا القديس بطرس عندما كان داخلا في من باب الجميل ورأى المقعد عرفه ببساطة أن ليس لي ذهب ولا فضة ولما اكتمع الناس وكانوا يناقشون هذه المعجزة كما ذكر في سفر أعمال الرسل قال لهم بطرس الرسول ليس بتقوانا فعلنا ذلك عطيه ليس بتقوانا عطيه فعلنا ذلك وهنا نرى هذا الأمر يصدر من القديس معلمنا يعقوب الرسول بيقول للناس أمريض أحد بينكم فليدعوا قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشف المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر لهم هذه الممارسة مرتبطة بالمنحة والموهبة التي وهبها السيد المسيح له المجد لتلاميزه عندما أرسلهم ودعمهم بهذه المواهب قال لهم اشفوا المرضى طهروا البرس أقيموا الموتى أخرجوا الشياطين مجانا أخذتم مجانا أعطم لكن هذا لم يمنع من أن التلاميز في حياة القداسة وسلوكياتهم كما تعبر الكنيسة أنه كان لهم بركة خاصة فعندما نذكر القديسين بطرس وبولوس نقول كان ظل أحدهما يشف المرضى ومناديل وعصائب الآخر كانت تشف الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة لا شك أن هذه بركة لأنه لم يتم فيها عمل سر لكن مجرد البركة أن يمر أحدهما ظل يأتي على مريض يشفيه لا شك هذه بركة خاصة أو مناديل كالتي كان يستعملها معلمنا بولوس في مرضه تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة أما عن السر فيقول قصوص الكنيسة هي أمر عام صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيم وإن كان قد فعل خطية تغفر لهم أما النوع الثاني وهو يحتاج إلى تحقيق روحي لكي لا يكون أمرا مزيفا أو طريقا خادعا للإنسان ليدخل حياة الكبرية من أجل هذا يقول الآباء الرسل إذا قال واحد أني نلت نعمة الشفاء بإعلان ولا توضع عليه يد لأن الفعل سيبين إن كان صادقا يعني لو هو قال وادعى أن أنه هو يقوم بهذا الفعل كأنه عمل شخصي ممنوح له فالعمل سيبين إن كان هناك بركة أو إن كان الله قد منحه سلطانا وفي هذه المواهب والمعجزات تكون الآذاء التي تستعمل في هذه المعجزات والآيات هو رشم علامة الصليم والقوانين الكنسية تناولت في القانون السابع والأربعين من قوانين الآباء الرسل الكلام عن رشم الصليب فيقول القانون يربط بين قوة الإيمان وبين الرشم علامة الصليب كعلامة يقول كده ارشم جبهتك في كل وقت بخوف هذا هو المثال الظاهر يعني ضروري للطقس في تحريك اليد على الرأس ثم إلى البطن ثم من الشمال إلى اليمين هذا التصوير المادي لعمل الصليب القوانين الكنسية تؤكد عليه لأن الصليب هو العلامة التي يخشاها إبليس وكأن هو إذا صح التعبير العامي هو البعب الذي يخيف الشياطين يقول القانون أنت قوي به مثل سلاح لأن المحتال الشيطان ينظر إلى قوة القلب وحدها فإذا فإذا نظر الإنسان الجواني أنه ناطق قوة الإيمان وأنه مرسوم داخلا وخارجا لأهمية رشم علامة الصليب برسم الكلمة فإنه يهرب ويسوغ إلى الخلف من جهة الروح القدس هذا إذا رسمنا جباهنا به باليد فإننا ننجو من الذي يريد قتلنا هذا نشير عليكم أن تتحفظوا به أنتم الذين لهم قلوب يعني ما يكونش هناك كسل في أنه ننطق كلمات رشم الصليب باسم الآب والابن والروح القدس دون أن نرشم بعلامة محسوسة على وجوهنا لأن أمر مطلوب أن هذا يخيف الشياطين إذن هذا القانون الخاص برشم علامة الصليب يبين لنا عدة أمور الأمر الأول ضرورة إتمام طقس الرشب ونحن نعرف في تاريخ الكنيسة أن الشهيد العظيم ماري جيرجس وقد كان يرشم علامة الصليب على السم وقد أدرك الوسنيون أن هذه العلامة هي السبب في عدم أنه ينال أزى وكتف يديه أصر أيضا على ضرورة الرشب برأسه من أعلى إلى أسفل ومن الشمال إلى الجنوب كأنه يبين هل أشرب من هنا أم من هنا أم من هنا أم من هنا وأشار ذلك برأسه يدلنا على أهمية وضرورة الرشب الأمر الثاني أن يكون الأمر فيه إيمان وقوة القلب بقوة وعلامة الصليب ليست مجرد شكل لكن يكون فيه إيمان أن الصليب فيه هذه القوة الأمر الذي يبين تبينه يبينه رشم علامة الصليب أو الفوائد التي نحصل عليها من رشم علامة الصليب أنه يصير لنا قوة وسلاح استطاع القديسون أن ينجوا من أمور كثيرة بقوة ورشم علامة الصليب قديس العظيم الأنبى برسوم العريان مجرد الرشمة علامة الصليب على هذا الصعبان المتوحش وكان يردد المزمور تطأ الأفعة وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين صارت هذه القوة قوة علامة الصليب أن حولت هذا الصعبان وكأنه أليف أيضا علامة الصليب تجعل إبليس يهرب إلى الخلف من جهة الروح القدس هم كنا نحن لا نرى إبليس بالعين المجردة لكن هو يرى بعلامة الصليب القوة التي ضحرته على خشبة الصليب المعركة التي صارت على الصليب بينه وبين السيد المسيح الذي هزمه وهزم الموت فيكون هذا الأمر تكرارا لهزيمته هو يذكر أن علامة الصليب هذه والخشبة التي صلب عليها السيد المسيح أقامة الميت لأن هذه العلامة وهذه الخشبة والتي نستعملها نحن إلى الآن في كل صلواتنا وفي بداية كل أعمالنا لكي تطرد إبليس إلى الخلف من أمامنا الأمر الثالث أنها تنجينا من قوة إبليس الذي يريد أن يقتلنا هذا يكون تدريب مهم وصالح لاستعمال علامة الصليب في كل ظروف حياتنا كما نعلم أولادنا في مدارس الأحد أن نحن أرشم صليبي في الظلمة كمان والصليبي مصنوع من الخشب فيعطينا هذه القوة وبهذا نكون قد بينا ما ذكرته قوانين الكنيسة في هذين الأمرين الهامين المواهب والمعجزات واستعمال علامة الصليب في ذلك ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر